بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركان برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد المسلم هنأه بمناسبة احتفالات بلاده والشعب البحريني الشقيق بالذكرى الحادية والخمسي لليوم الوطني والذكرى الثالثة والعشرين لتسلم الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في البلاد وعبر رئيس المجلس عن تهنئه لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية التي تتزامن مع نهضة تنموية شاملة تشهدها البحرين وتطور يعد إضافة مهمة ومميزة في سجل الأمة وأشار إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية مميزة عززها الدور الفاعل والموقف الشجاع والصادق للبحرين وقيادتها في مشاركتها في تحالف دعم الشرعية للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إسقاط الإنقلاب الحوثي وإنهاء الأزمة التي صدرتها إيران عبر ميليشياتها الإرهابية